وجد رجل هذا العنكبوت وما خرج منها كان شيء لا يصدق العناكب بالنسبة لنا كائناة مخيفة ومقززة للغاية وهذا شعور مشترك بين جميع الناس لكن تعد العناكب الأسترالية من أكثر العناكب الخطرة بالعالم فقد وجد شاب أسترالي عناكب في منزله فاستخدم مبيضا قاتل للحشرات لإبادته على الفور وما حدث بعد ذلك كان شيئا رهيبا للغاية فقد خرج من العنكبوت دودة كبيرة ووفقا للعلماء فقد قالوا أن تلك الدودة تنتمي لفاصلة الديدان الأسطوانية وهذا النوع من الديدان عبارة عن طفيليات طويلة مغطى بطبقة رقيقة من الألياف اللولبية ومعروف أيضا أنها طفيليات العناكب والعقارب والقشريات فلك أن تتخيل أن يخرج شيء من حشرة صغيرة ميتة كما حدث بذلك العنكبوت فحقا هذا شيء نادر للغاية فبقدر ما هو مقزز إلا أنه يعتبر شيئا رائعا بالنسبة لمحبي عالم الحشرات أخبرنا بالتعليقات ماذا كنت لتفعل لو رأيت شيئا كهذا يخرج من حشرة إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر لايك إن أعجبك الفيديو أراكم بالفيديو القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر